السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الأيام الأخيرة بدأت كأس العالم والله لكو بديموك الذي سيقامها حاليا في دولة قطر 2022 هذا الحدث يجعل الحدث يتلاقوا فيه كامل الناس ويتلاقوا فيه مختلف شعوب ومختلف ثقافات لكي يشجعوا المنتخبات تفتحهم ولكن لماذا كرة القدم بدأت شعبية كبيرة والناس كاملين تعرفون كرة القدم ولا يعرفون كرة القدم ولا يلاعبون كرة القدم حتى لو تفرج كرة القدم تلقى هي لعب والعكس صحي ولكن مصطلح كرة القدم صح هو ظاهرين يعمل رياضة جماعية وفيها لعب وفيها استمتاع ولكن كرة القدم يعمل جوزه موراها يعمل عندما علاقة بالسياسة وعنده أشياء دبلوماسية أشياء سياسية يسكت الشعوب لذلك تبدلت بارابول ما كانت بكرة لا نتحدث عن التكنيك أو الجوار لا نرى كثيرا ولكن نتحدث عن ما وراء كرة القدم لا يبقى نية صافية لا يبقى كرة القدم تشعر أن يجوزهم وراء كرة القدم هل تفعل هذه الأشياء؟ هل توافقوني رأيي؟ اكتبوا للأراء في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله